اللهم أنت ربي أول حقيقة جرى الاعتراف بها الربوبية وبالمناسبة أغلب أدعية الأنبياء في القرآن مصدرة ربي وربنا أكثر من اللهم مثلا لماذا؟ لأن الرب هو السيد المالك المتصرف القادر المدبر فلما يقول ربي وربنا فهو يستحضر قدرته قبل أن يطلب منه لا إله إلا أنت فاعترف بالألوهية بعد الربوبية خلقتني فاعترف بخلقه للعبد وأنا عبدك فأقرب العبودية هذه أمور مهمة يا أخوان التركيز عليها وفهمها لأن الله يحب هذا وما جعل هذا الدعاء سيد الاستغفار سيدا إلا لأمر عظيم وأنا عبدك عبدك الزليل الخاضع المحب على ذل المنقاد أنا عبدك أنا عبدك مر أجيب أطلب أُنفِّذ أُنفِّذ عبد أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت على الجاد على الصراط المستقيم أبوء لك أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك إذن في اعتراف بالذنب أبوء لك واعتراف بالنعمة واستعاذة من الذنب أعوذ بك من شر ما صنعت ألتجئ إليك وأحتمي من نتائج المعصية ومن شؤم الذنب لأن الذنوب لها آثار أعوذ بك من شر ما صنعت ثم الإقرار بالنعمة والاعتراف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أعترف وأقر لا أنكر ولا أجحد ولا أناور ولا أداور ولا ألتوي أبوء بذنبي ثم يأتي الطلب بعد كل هذه المقدمات ما جاء الطلب مباشرة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى من ألتجئ لا غيرك ليس هناك أحد آخر يغفر الذنوب ويعمل هذا العمل وهو المغفرة إلا أنت يا الله ولذلك ألتجئ إليك وأطلب وأتوسل بالربوبية وبالألوهية وبالإقرار بالنعمة وبالإقرار بالذنب أن تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا اعتقاد إيمان توحيد لا يغفر الذنوب إلا أنت ولذلك جاء في الحديث الآخر قد عنم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اغفروا لعبدي ترجمة نانسي قنقر